فيما يبدو استعداداً للسيناريو الأسوأ وهو الحرب وضعت الولايات المتحدة واليابان مسودة خطط لعملية عسكرية مشتركة وذلك مع تنام التوترات بين الصين وتايوان بموجب الخطط الأمريكية اليابانية ستقيم الولايات المتحدة قواعد مؤقتة تضم قوات من سلاح مشات البحرية الأمريكية في سلسلة جزر نانسي إحدى الجزر الرئيسية الأربع في اليابان إلى تايوان في المرحلة الأولية من حالة الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة اليابانية تقديم الدعم اللوجستي في مجالات مثل الذخيرة وإمدادات الوقود الخطط الجديدة التي كشفت تفاصيلها وكالة كيودو اليابانية تأتي بعد إبداء توكيو ميلها إلى موقف أكثر حزماً في مواجهة السياسات الصينية تجاه تايوان مشيرة إلى نظرها فيما قالت إنها خيارات وسيناريوهات مختلفة يتوقع أن يشكل ملامحها الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية والدفاع لكل من الولايات المتحدة واليابان المتوقع عقده أوائل العام القادم استعداد اليابان المستعمر السابق لتايوان للمضي إلى آخر مدن وهو الحرب إلى جانب الولايات المتحدة وتايوان ضد الصين تأكد على لسان رئيس الوزراء الياباني السابق شنزو آبي الذي شدد على أن بلاده والولايات المتحدة لا يمكنهم الوقوف مكتفي الأيدي في حال تعرضت تايوان لأي هجوم صيني وهي التصريحات التي أثارت احتجاجاً صينياً غير أن تحضيرات الحرب لم تخفي مخاوف اليابان من التأثيرات الكارثية المتوقعة لأي عملية عسكرية على الاقتصاد مخاوف تأمل توكيو عدم تحققها وتؤكد أن أي عملية عسكرية ستذهب باقتصاد المنطقة نحو الهاوية سناء المهداوي تي أرتي عربي